نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع تدريب العملي المشترق لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة بني سويف بكافة أجهزتها التنفيذية تضمن التدريب عرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة كما تم المرور على استفاف المعدات والمرقبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طبور سير للمعدات والمرقبات لمسافة عشرة كيلومترات كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيته الفنية ومدى جاهزيته وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقفيتين بجامعتين قفر الشيخ وبني سويف ترجمة نانسي قنقر